محادثة في البنك لفتح حساب جديد أنا أحمد واستكمالا لسلسة أهم المفردات لتعلم اللغة الألمانية بالحياة اليومية سنقوم اليوم بمحاكام لمحادثة من الحياة اليومية لفتح حساب في البنك وكما تعلمون مسبقا قمنا بالعديد من الفيديوهات المختلفة مثل محادثة في محطة القطار في المطار صالون الحلاقة السوبرماركت في المتجر في محل الملابس وغيروها الكثير لذلك إذا كنت تود الاستمرار لا تنسى الاشتراك بالقناة ولا تنسى الاعجاب بالفيديو لنبدأ بمحادثة اليوم أريد أو أنا أرغب بأن أقوم بفتح حساب ويرد عليك الموظف قائلا إذن دعونا نعود ونراجع رده بهدوء وروية سأريكم بأن الأمر سهل جدا لكن يحتاج للقليل من التركيز والحفظ وإسراء المصطلحات وأساسيات اللغة يرد التحية بتحية طاب يومك بالطبع 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 أنا أستطيع مساعدتك في ذلك إش كان إيناً دابع هلفن هابن ذي بغايت آين إيديا هل لديك فكرة مسبقة فنشن كنتو تيب أي نوع من أنواع الحسابات ذي فنشن تريد فتحه إذن هل لديك معرفة مسبقة أو هل تعرف ما هو نوع الحساب الذي تريد أن تفتحه أو أن تقوم بفتحه يمكنك الرد عليه بي يا نعم إيش هاتجعن آين شبا كنتو أرغب بفتح الحساب توفير يا نعم إيش هاتجعن أنا أرغب آين شبا كنتو بحساب توفير يرد عليك الموظف قائلا زي عبود هل معك هويتك ورقمك الضريبي؟ إذن دعونا نعود ونراجع مقالة دائما عندما تجدون أي كلمة طويلة أو صابة بكل بساطة نقرأ بهدوء وروية ونجزع الكلمات لكي نتمكن من فتح الحساب توفير نحتاج منك بعض الوثائق هل معك هويتك ورقمك الضريبي؟ أرأيتم كم الأمر سهل وبسيط؟ يمكنك الرد عليه ب تفضل ها هي ويمكنك سؤاله ب كم هو المبلغ الذي يجب علي إيداعه؟ كما تعلمون لفتح حساب بنكي يجب عليك إيداع مبلغ أولي على الأقل فيمكنك سؤاله لأن ذلك يختلف من بنك لآخر ويختلف من نوع حساب لآخر إذن كم يجب علي أن أقوم بإيداعه؟ ما هو المبلغ الذي يجب علي إيداعه؟ لحظة 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 ركز معي حسيت أنك شفت الكلمة الطويلة ونقفت أو تعجبت أو افترضت أن اللغة الألمانية صعبة جماعة اللغة الألمانية عبارة عن لغة وصفية زي ما دائما بحكي لكم هي لغة مركبة وركزوا معاي كيف ممكن تقرؤوا هاي الكلمات دي من دست أين تسالونك دي من دست أين تسالونك دي من دست أين تسالونك فو أين شباع كونتو بتغيكت هندات أورو بتغيكت هندات أورو الحد الأدنى للإيداع في حساب التوفير هو 100 يورو وكما أخبرتكم يختلف مبلغ الإيداع من بنك للآخر ومن نوع حساب للآخر هنا في حالتنا لقد قال بأن حساب التوفير 100 يورو وبعد ذلك قام بإخبارك ب وهذا يعني بأن يمكنك إيداع المزيد وقت ما تشعر في حالتنا اليوم قام العميل بإيداع 500 يورو أو يورو أنا سأقوم puntos 500 يورو أو يورو أين تسال 줄 أنا لست أكمل مزيد وإيداع 500 يورو ممتاز لقد قمنا بفتح حساب التوفير الخاص بك هذه هي بطاقة حسابك وحزمة الترحيب ممتاز لقد قمنا بفتح حساب التوفير الخاص بك ممتاز لقد قمنا بفتح حساب التوفير الخاص بك شكرا على مساعدتك شكرا جزيلا على مساعدتك ويرد عليك الموظف قائلا على الرحب والسعة هذا كان كل شيء لفيديو اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم لا تنسوا أن تقوموا بكتابة المواضيع التي ترغبون مني بأن أتحدث عنها اكتبوها شخيب ميع عندي كومنتار في التعليقات ولا تنسوا أن تقوموا بمشاركة الفيديو لأي شخص قد يكون مهتم في تعلم اللغة الألمانية نراكم في الحلقات القادمة